من هم المؤلفة قلوبهم؟ تصرف الزكاة في الإسلام على أصناف ثمانية ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم مبينا ذلك ومفصلا وذكر أن الزكاة فريضة من الله تعالى قال الله تعالى في محكم التنزيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة هم الذين يستحقون مال الزكاة وهم الذين تعطى إليهم زكاة الأموال في الإسلام وفيما يأتي الأصناف الثمانية بالترتيب الفقراء والمساكين فالفقراء هم شديد الحاجة والمساكين هم الأهول حالا من الفقراء فهؤلاء الصنفان يعطيان ما يكفيهم لهم ولعائلاتهم من أموال الزكاة هناك أيضا العاملين عليها وهم الذين يجمعون الزكاة من الجبات وهؤلاء أيضا لهم نصيب من الزكاة هناك أيضا في الرقاب أي تصرف الزكاة في اعتاق الرقاب والعبيد في سبيل الله الغارمين الغارم هو الشخص الذي عليه دين ولا يستطيع أن يؤديه فهذا يعطى من الزكاة حتى يسددينه في سبيل الله المقصود به صرف أموال الزكاة في الجهاد في سبيل الله ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره ولم يبقى معه نفقة يعطى من الزكاة ما يصل به إلى بلده وأخيرا المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم أحد الأصناف الثمانية الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم وهم الذين تدفع لهم الزكاة الأموال في الإسلام قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم ويمكن تعريف مصطلح المؤلفة قلوبهم على أنهم الرجال الذين دخلوا في الإسلام دون أن يثبت الإسلام في قلوبهم ونفوسهم أي أسلموا ولكن إسلامهم ما زال هشا ضعفا وهم أصحاب تأثير ونفوذ في أقوامهم فيعطون من أموال الزكاة حتى يتم استمالتهم وتثبيتهم على الإسلام وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة لمكانتهم التي كانت لهم في قومهم ومن أشهرهم أبو سفيان بن حرب يعلى بن أمية وغيرهم وأعطى أبو بكر الصديق أيضا المؤلفة قلوبهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيدنا عمر رضي الله عنه فإنه رفض أن يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة بعد أن أصبح الإسلام قويا ومتمكنا ولم يعد يستطيع هؤلاء ولا غيرهم أن يؤثروا في الإسلام وكما ذكر ابن قدامى رحمه الله المؤلفة قلوبهم نوعا نوعا من الكفر المشركين وهم الذين يرجع أن يدخلوا في الإسلام وحتى يتقى شرهم وأذاهم ونوع آخر من المسلمين وهؤلاء هم الذين يكونون مطاعين في أقوامهم وقبائلهم أما المسلمون من مؤلفة قلوبهم يمكن تقسيمهم إلى أربعة أنواع أولا السادة المطاعون في أقوامهم ثانيا رجال لهم رياسة وقيادة رابعا النوع الذي يقصد بتأليفهم واستمالتهم أن يجاهد من يجاورهم من الكفار والمشركين ويقوم بتأمين الحماية للمسلمين ورابع نوع هو نوع من المسلمين المؤلفة قلوبهم والمراد من إعطائهم الزكاة أن يقوموا بجباية الزكاة ممن لا يقوم بتأليتها